وصل صوتك ربما يكون فيه نقص ولكن نقص طفيف احنا ووزارة الفلاحة عملت احصائيات اللي قالت انه مش اقل بكثير من اللي متواجد السنة الماضي يعني عنا اكثر من 800 الف معناها خروف قد يتحطوا في السوق اذا توانسا ولا من البرازيل ومن الدنيا لا لا نحكي توانسا مانش نحكي على التوريد وزارة التجارة طلبت مننا باش شنو ارايكم لو نورد كمية فمعناها لسرفيس بيع وزارة الفلاحة اعطاوا قالوا لو يقع التوريد بين 50 الف قد يكون النقص بين عنا والاسناء الى 70 الف اذا اعتبرنا انه الاخوة الليبيين قد يجيوا ويشلوا على لشهم عنا فربما نزيد نزودوا شوية في التوريد اراهوا ما يصيرش مشكلة الظاهر انه الان العملية هذه جارية مش عارف هل مش ينجحوا في توريد 70 الف المفيد احنا كوزارة الفلاحة رخصنا لوزارة التجارة واعطيناهم راينا انه لو يقع استيراد 70 الف سوف لن يؤثر على الانتاج المحلي لانو احنا طبعا كذلك قلوبنا على الفلاحة منحبوش لاسعار تنهار فقلنا له في حدود 70 الف تبقى الامور عادية والتوانسة ياخذوا العلوش كما متعودين ياخذوا ان شاء الله وزارة التجارة معناها تتوفق في استيراد الكمية اللي سمحت بها وزارة الفلاحة اما فا ما زيادة مقارنة مع مليولة بأسعار العلف وغير 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 ومعنتها با افودير كنا نحكيوا على زيادة كبيرة في أسعار العلف ولكن باش يكون واضحين العلالش عادة الفلاحة ميوكلوهمش الكونسنتري يعلفوهم يعلفوهم شويش عير ما نقولش بستحيل فما شكور ربما يعلف الكونسنتري اللي فيه السوجاء اللي هي غلات ولكن هذا خاصة للبقر الحلوب خاصة للجاج جاج العظم جاج الحم هذو كان الراسيون كالكولي اما بالنسبة للخرفان ما يزمش نبالغو ونحطوا لكل الدنيا الكل في شكارة واحدة الصحيح فما قليل اللي علفو الكونسنتري اللي فيه السوجاء ولكن برشة فلاحة اللي ربي عشرين وخمستاش في دارو يعطيهم شويش عير بالإضافة للقرد واضح سيد الوزير فما خبارها بات في جريدة قالك فما بيض جاء مهرب من من ليبيا وزير ويسبب بعض الأمراض هل في بيلك بالمعلومة هذي ولا لي معناتها لا أنا ما في بليش احنا سيدي عنا ما يكفي من البيض خطره احنا عنا ما يكفي وبل بالعكس وبل بالعكس احنا عنا خبر على انه فما تهريب البيض البيض متاعنا التونسي فطبعا الديوانة والأمن وكذا عملي جهدهم باش يوقفوا التهريب ولكن احنا ونحس انه فما نقص في السوق نعمل صنات دالارهم باش نقولوا ياولادي وقفونا التهريب التهريب في العادة في الاتجاه الأخر بالنسبة للموسم الحبوب الفارد كان موسم باهي ولكن مزلنا معانتها الناس باش تعرف عن اكتفاق ذاتي طوام الحليب ولو انه الحليب معانتها عام بعام ما نعنش وقتاش يولي اكتفاق ذاتي نهائي معانتها معاش نجم ونوخر وبالتوالي والبيض نستاورده 40% اليوم من حاجياتنا هل فما مخاطط باش نكتفيه ذاتيا معانتها من الحبوب من الحبوب معانتها وقتاش نحق واكتفاقنا ذاتي سيد الوزير هذا على كل حال يطلب وقت طويل يلزم منظومة الانتاج بتاعنا تتغير يلزم معاناها الانتاجية بتاعنا تتحسن وهذا يراه ماهوش مستحيل احنا عاملين جهدنا باش نحسنوا من مسائل الانتاج ومن كافية الانتاج ويلزم الفلاح يعطي للارض ما تستحق من اسم ده احنا في هذا المجال صحيح مزلنا بعاد شوية ولكن على كل حال كل عام نحق فيه نتاج جيدة يخلي كمية التوريد تكون اقل من السنة اللي قبلها الحمد لله احنا عامين تعداو ملاح نسبيا السنة هذه بشائرها مليحة لانا صبت مطر باهية وكانت مفيدة خاصة لزيتون واحنا سنة نستنى ان شاء الله في صابة قياسية في الزيت قطر عمناول عمناول كانت باهية قبل بعام كانت 140 ألف طن من زيت قلت عمناول عمناول كانت صابة باهية 180 ألف وسنة ان شاء الله نستنى في 240 ألف طن من زيت دونك زي بشغلة ولا ليه لا بالعكس احنا عمناول دي ما يغلع لا لا ما يغلعش احنا عمناول احنا عمناول عملنا قاروة 3,000 واتواسة كانوا فرحانين ونعدهم انه سنة نوسع التجربة مش النقص منه نوسع التجربة سيد وزير الفلاحة برشا قالولك تجي دي تحصل الفلاحة لو كان انتي تتلهابها أكثر خلت نحسوك مغروم بالسياسة أكثر طوى مثلا جمع لي فتت قالك أحداث السفارة جبنا سيد وزير الفلاحة بش يحكي معانتها أحداث السفارة الأمريكية في ملف أنا ما كنت هنا هذه معلومة مش صحيحة لا جيت في ملف تلفزي سيد الوزير آه ما كنت شهن به لا أنا ما كنت هنا أنا كنت في أنا يقولك فين كنت قالوا برشا قالوا لي قالوا لي قالوا سيفر إلى فرنسا للعناية بشركاته نعم قالك عام الجمعة يمشي لفرنسا تلهاب شركاته وثلاثة جمعات تلهاب بزارة فلاحة كلام سوا كلام كنت في كذب باي سيدي أنا ما عندي ما نخبي على الإطلاق أولا وقت اللي قالوا قالوا لها ثلاثة أربع أيام من الهاضر هذه أنا وقتها سيدي كنت في تركيا وكنت في زيارة رسمية أراضي الدولة ومعايا المدير العام بتاع الاستثمار الفلاحي ومعايا مجموعة من المستثمرين والفلاحين التوانسا وانا عندي بشارة بش نعطيها للتوانسا اللي هي زريعة البطاطة هذه اللي طوى أربعين سناء وإحنا نستورد في كل حاجياتنا من زريعة وكان فهي احتكار كبير وأهل المهنة والفلاحين يعرفوا الكلام ذا والآن وصل الطرناطا مليون واربعمية مليون واربعمية الطرناط علما أنه اكتار بطاطة بشي تزرع لازموا بين زوسترانت وثلاثة ترانت يعني كي تحسب ثلاثة ترانت في المليون واربعمية جي تلقى أربع ملايين ومتين أربع ملايين ونص فقط زريعة احنا الآن عملنا اتفاق مع أكبر المنجين متع زريعة البطاطة تركيا على فكرة 15 سنة كانت حكا بالضبط كانت هما كذلك يشريوا كامل زريعتهم من بره الآن ولا عندهم اكتباه ذاتي بل يصدروا جبنا اللي ينتج في 60% من معناها استهلاك تركيا وعمل شراكة مع ديوان الأراضي الدولية لأن ديوان الأراضي الدولية الحاجة اللي ما يزدموش عليها الفلاحة الخواص يلزم ديوان الأراضي الدولية يعطي المثال يعطي الإكزامبل باش ينتج وعملنا اتفاق مننا العامل أقصى شيء ثلاثة سنين يكون عنا اكتفاء ذاتي في زريعة البطاطة ومش تكونوا بأسعار على الأقل 30% أقل مما هي عليه الآن على الأقل نقول ربما نص واضح هذا بالنسبة للبطاطة